السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن كيفية طرح السمو من الجسم هناك طرق تستعمل طرح السمو من الجسم تكلمنا عن بعض المركبات التي تساعد على طرح السمو من الجسم وهو ما نحتاجه الآن لماذا؟ لأن هناك تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث الأغذية واستعمال الأدوية ونتصد بمركبات كيماوية كثيرة في حياتنا فعملية طرح السمو أصبحت ضرورية أربع مرات السنة فالجسم كما ينظف من الخارج يجب أن ينظف من الداخل كذلك لأن هناك أوساخ وتوكسينات ومعادن ثقيلة ومواد سامة ومركبات كيماوية تتراكم وتتجمع في الجسم كذلك ويجب أن يتخلص منها الناس إذا لم يتم تخلص منها فهي ستكون سبب الأمراض فهي تكون سبب الأمراض كذلك الأساس الأول هو الصيام أول أساس في طريقة تخلص الجسم من السموم هو الصيام ليس هناك طرح السموم بدون صيام الصيام لا بد منه لمدة كافية لأن هذه المواد تتجمع في الشحوم وبدون الصيام فهذه الشحوم لا تتهدم الصيام بطريقة صحيحة أن يصوم الناس بالنبات والإفطار بالماء وهو العامل الثاني الصيام أن يكون صيام متصل كذلك لأسبوعين وثلاث أسابيع متصلة لهدم هذه السموم أن يفتر الشخص بلتر أو لتر وربع من الماء وأن ينتظر ساعة إلا ربع ثم يفتر أن يجوع الشخص على الأقل ستة عشر ساعة للذين ليسوا بمسلمين ولا يصومون أن يجوعوا هذه المدة الجوع مع شرب ماء نظيف طول الوقت العامل الثالث وهو الحجامة لا بد من الحجامة فهي ترح الأعضاء وتنشي الدم وتنطفه لما تقوم بحجامة في الرأس يتم تنشي الدورة الدموية على مستوى الرأس يصبح الدم يدور بسهولة العامل الرابع وهو الرياضة ليس هناك عملية تحسوم بدون رياضة لأنها فيها تعرق ودورة دموية ناشطة لما الدم يدور فهو يمر بالكيلية ويطرح أشياء من الجسم هناك سموم تخرج مع التبول وهناك سموم تخرج وتطرح مع التعرق لما تتهوى الخلايا الجسم لما تتهوى خلايا الجسم فالجسم يرتاح جميع الأعضاء يحش الشخص بخفة وراحة الماء أن يكون مقطر استعمال الماء في الكلينس أن يكون ماء مقطر وإذا لم يكون ماء مقطر أن يكون ماء غازي الكمية الماء الكافية بالنسبة للرجال هي 3.7 لتر في اليوم النساء جوج فاصلة 7 لتر في اليوم إذا كان الوزن بالنسبة للرجال فوق 70-75 ممكن أن يصل إلى 4 لتر النساء إذا كان الوزن فوق 65-70 ممكن أن يصل إلى 3 لتر في اليوم لكن لا تتعدى المرأة 3 لتر في اليوم العام الخامس أن يتوقف الناس عن كل ما يخلف جذور حرة أو سومو أن يكون نظام نباتي فقط لا سمك لا لحم لا دجاج لا بيض لا حليب ممنوع جميع المواد الحيوانية لأن المواد الحيوانية ليس فيها مضادة للأكسادة فيها كوليستيرول ودسين مشبع وفيها أنتي بايوتيك وهرمونات النبات هو كل شيء يخرج من الأرض نشويات وبقوليات وتوابل وبذرات خضر وفواكه وأبرق خضرة وأعشاب تشرب وتحارب البحر كل هذه الأشياء جيدة أن يكتفي الناس بطبخ المنزل وجبة خفيفة تجنب المواد المصنعة المصبارة والسكر الأبيض والزيوت المائدة لأن النظام الناباتي فيه مضادة للأكسادة وهي لا توجد عند الحيوان توجد عند النابات فقط مضادة للأكسادة تخرج الجوز الحرة من الجسم والنظام النباتي فيه الألياف الغذائية فهي تساعد على التخلص من السموم في الجهاز العصابي وتغدي البكتيريا الصديقة النظام النباتي فيه فايتوستيرول وفايتوستروجين وهو لا يوجد عند الحيوان الفايتوستيرول هو الذي يذيب الكوليستيرول في الجسم يخفيف الجهاز الدموي وجميع الأعضاء لأن الكوليستيرول يحبس جميع الأشياء في الجسم كذلك لا بد من البدلات والتوابل لأن التوابل فيها فلافونويدات ومنشطات ومضادات للأكسادة وتنشط دورة الدموية أن تكون لوجبة فيها توابل كما قلنا لأنها تعرق الجسم كذلك الأشياء التي تشرب على شكل شاي أعشاب تشرب على شكل شاي لا بد منها أثناء طرح السمو من الجسم وهي السعتر ومرد الدوش والسالمية المرايمية والشويلا الشيبة وكذلك الشاي الأخضر حبوب الكذبارة لا بد منها حبوب الكذبارة من الأحسن أن يشرب الناس حبوب الكذبارة كذلك لينسون نجمي جيد حبوب الكذبارة تطرح المعادن الثقيلة من الجسم وتطرح المواد السامة حبوب الكذبارة مهمة جدا فهي هناك دراسة أنها ستستعمل في المستقبل في العلاج بالنانو تيرابي كذلك أصحاب التوحد أن يستهلكوا السمن الحار لا بد منه كذلك حبوب الكذبارة لأن أصحاب التوحد يعانون من مشكلة المعادن الثقيلة فلا بد من أن يستهلكوا السمن الحار البلدي وكذلك حبوب الكذبارة وشحم ذروة الجمل أن يطبقوا بشحم ذروة الجمل كذلك من المكملات القوية غداء الملكات وكبسولات البروبوليس عكبر النحل ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة